السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ السنة الثامنة إعدادي أهلا بكم في الدرس الثالث من دروس الجغرافية ومع موارد باطنية مختلفة إذن أهدف التعلم من هذا الدرس اكتشاف توزيع وحجم الموارد أو موارد المياه الجوفية بالمغرب تعرف أهم الموارد المعدنية الباطنية بالمغرب وحجم إنتاجها توطين موارد الطاقة الباطنية بالمغرب واكتشاف حجم إنتاجها والاشتغال بدعمات متنوعة إذن تمييد إشكالي تختزن الأرض المغربية موارد باطنية تتميز بتنوعها وتباين حجم مخزوناتها وإنتاجها فكيف توزيع موارد المياه الجوفية بالمغرب وما حجمها وما أهم موارد المعدنية الباطنية بالمغرب وما حجم إنتاجها وأين توجد موارد طاقة الباطنية بالمغرب وما حجم إنتاجها لمعرفة كل هذا سننطلق إلى المقطع التعليمي الأول أو التعلم الأول أكتشف توزيع وحجم موارد المياه الجوفية بالمغرب النشاط الأول أكتشف توزيع الموارد المائية بالمغرب إذن لدينا خريطة ومبيان الخريطة تبيلنا بعض أنهار المغرب أو جميع أنهار المغرب الأحواض النهرية ومساحتها حيث أن لوكوس وسبو يشكلين 7.4 من المساحة الوطنية بينما باقي الأنهار مثل ملوية وعبيرقراق وأم الربيع وتنسيفت وسقي الحمراء والذهب تشكلين 92.4 من مساحة المغرب بينما الموارد المائية بالنسبة للمبيان هناك لوكوس وسبوء الذين لديهم أكبر موارد مائية إذن ننطلق إلى الأسئلة إذن كما نلاحظ أن الموارد المائية كما قلنا أن اللوكوس وسبولهما أكبر مواردين بالنسبة للأحواض النهرية رغم أن مساحة هما لا تشكل سوى 7.4% بينما باقي الأنهار لهم يشكلين 9.49% من الموارد المائية ولاحظ الخريطة والمبيان أقرأ معطياتهما ثم أحدد موضوعهما إذن موضوع الخريطة والمبيان هو توزيع الموارد المائية بالمغرب ورتب حجم الموارد المائية حسب الأحواض النهرية إذن ترتيب حجم الموارد المائية حسب الأحواض النهرية هناك أسبوء أولا يليه اللوكوس ثم أم الربيع بعده ملوية ثم سوس ماس درعا ثم تنسيفت ثم أبي رقراق ثم غير زيز وغريس ثم الساقية الحمراء واد الدهام إذن أوطن أهم الموارد المائية بالمغرب إذن كما نلاحظ أن أهم موارد المائية بالمغرب هناك كما قلنا اللوكوس وسبوء الذين يتواجدان في منطقة تيطوان وفاس في هذه المنطقة وباقي الأنهار يشكلون مساحة المغرب بما في ذلك 92.4 من المساحة الوطنية إذن على هذا الشكل باستبناء القرص الأسود الذي يشكل سبوء واللوكوس إذن أربط بين حجم الموارد المائية ونسبة المساحة التي تمتد عليها الأحواض النهرية إذن من خلال الخريطة والمبيان نلاحظ أن النهري اللوكوس والسبوء مساحتهما فقط 7.4% ولكن يشكلان 51% من الموارد المائية بينما باقي الأنهار مساحتهم 92.4% ولكن تشكل فقط 49% من الموارد المائية نشط ثاني أتعرف حجم الموارد المائية الجوفية بالمغرب هنا جدول حصيلة الموارد المائية المعبئة حسب الأحواض المائية بالمغرب بملايين الأمطار المكعبة إذن نلاحظ الأحواض مساحتها من ناحية المياه السطحية والمياه الجوفية ثم المجموعة ننطلق إلى الأسئلة إذن ألاحظ الجدول وأقرأ معضيته ثم أحدد موضوع الجدول إذن موضوع الجدول هو حصيلة الموارد المائية المعبئة حسب الأحواض المائية بالمغرب بملايين الأمطار المكعبة أذكر أكبر الأحواض مخزونا من المياه الجوفية بالمغرب إذن أكبر الأحواض مخزونا من المياه الجوفية بالمغرب هو نهر سبوغ حيث تشكل مساحته 1123 مليون متر مكعبة إذن أرتب الأحواض حسب حجم المياه السطحية والجوفية يعني هنا سنرتبهم على حسب مجموع المياه السطحية والجوفية إذن ترتيب الأحواض حسب حجم المياه السطحية والجوفية هناك أسبوغ أولا يليه أم الربيع ثم اللوكوس والمنطقة الطنجية وساحل البحر الأبيض المسرسد ثم ملوية ثم حوض الجنوب الأطلسي يليه سنسيفت ثم سوسماسا ثم أبو الأقراق والسواحل الأطلسية إذن أقارن حجم المياه السطحية والمياه الجوفية إذن المياه السطحية أكبر من المياه الجوفية في جميع الأحواض إذن هكذا انتهى المقطع التعليمي الأول من هذا الدرس نلتقي في المقطع التعليمي الثاني إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته